سباح الهنة نورنا كالعادة كلينا بقى نبتدي فعلا بالمتش ده متش الاهلي ومتش بديامة الفترة اللي جاية دي طبعا كثر الحديث حاول تفاصيل كثير متعلقة بهذا اللقاء عايزين نعرف توقعاتك انت الشخصية ورؤيتك لكيفية سير الأمور في المتش ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو مباراة يعتبر على الورق في المتناول بس ده على الورق يعني مالوش علاقة بالمستر الأخدر كده كده في المستر الأخدر ده لي حسابات أخرى وظروف بقى المباراة واللي يجتهد في يومه من عدمه وما إلى ذلك لكن وبشكل عام دور المجموعات بالنسبة للنادل الأهلي بيبقى فيه دايما معضلة يعني يمكن نطلق عليه عنوان كده من رحم المعاناة يولد الأبطال دايما من دور الأبطال يعني دور أبطالة دور مجموعات عفوا دور مجموعات آخر أربع سنين الأهلي بيطلع تاني وأحيانا بيصعد بالعافية يعني بيبقى فيه سيناريو زي آخر مرة كده بس الفقل الحسن اللي في الأربع مرات دول الأهلي في النهاية فاس فيهم طبعاً بالتلاتة آخر مرة النادل الأهلي كان حق في دور مجموعات الصدارة خرج من ربع النهاية عشان كده ما بقيتش معضلة قوي أن انت تصعد أول أو تاني بس هو ممتاز بالنسبة للنادل الأهلي أن انت مجموعتك تحسم الصدارة مبكراً مش عشان التأهل لا التأهل زي ما قلت الحركة أنه التاني مش مشكلة لكن عشان انت مقبل على رزنامة ضخمة شوية وفيها يعني هتمحتاج فيه ضغط مباراة كتير فانت تبقى رايحة نفسك بدري بدري عشان تلاقي نفسك مثلاً متأهل مثلاً من جولة الرابعة ممكن ولما لا تلاقي ممكن تريح بقى العناصر أسية بتاعتك في الجولة الخمسة والستة بحيث أن انت تعرف تستعد كويس للجاية لكن هي المباراة طبعاً افتتاح بالنسبة للنادل الأهلي وما احترم طبعاً المجموعة هو أقل فريق في المجموعة طبعاً مش فقوة شباب بالوزداد مش فقوة يانج أفريكانز التانزاني اللي اتنين دول متطورين في السنوات الأخيرة طبعاً القرع اللي عمل كده لكن هو في النهاية مباراة يعني أخشى يعني الحيطة دائما بنخاف من اللعب المصري في المباراة السهلة اللعب المصري بلعب على قد المهاجم على قد المنافس عفواً على قد المنافس دائماً بتبقى يعني لو كان المنافس قوي بتساعدوه بشكل قوي بتقول له قد المباراة قوي والعكس فعشان كده خوف جمهور الأهلي من أن النادل الأهلي ممكن يستهتر بالمباراة هي كمان المخاوف ساعات بتيجي من فكرة الخوف من مجهول يعني كنت لسه عايز أقول لحضرتك أنا ونهواند مبارح والنهارده كلمنا في التفصيلة دي في كذا السياق يعني فكرة أنت لما بتلاعب فريق مش معروف أو ياسمه حتى مش مسموع كتير فأنت بتستنتج بشكل إراضي أنه على قد الإيد وأنه مقدور عليه وكذا لكن برضو أعتقد أن إحنا مرين قبل كده بتجارب ورعتنا أنه مش شرط مش بالضرورة بالضبط لأنه وكمان هو ما عندوش حاجة يخسرها يعني المنافس لما بيكون زي مداما كده مغمور أول مرة يعني الحاجات دي بتديله هيلعب طبعاً النادل أكبر في أفريقيا النادل قارن وأمور كتيرة جداً فبالنسبة له مباراة للشهرة فما عندوش أي حاجة يخسرها إن خسر خمسة حتى ولا ستة ما عندوش أي مشاكل في ده في حين أنه لو عمل مباراة حلوة حتى لو خسر أربعة وجاب جون فبالنسبة له ده إنجاز عشان كده ده الخوف أنه أنت الضغط عليك أنت المباراة على أرضك والسجمهورك قدام فريق مغمور تماماً فأنت في الحالات دي بقول دائما النادل أهلي يحسنها من مبكراً ما يديش فرص أبداً للمنافس أنه يمسك في المباراة ويحاول يطلع بنقطة أو يعمل مفاجأة لا قدر لا طبعاً لكن أول ندل أهلي يحسنها من أول من أول ربع ساعة من أول تلت ساعة من شطر أولاني حتى ينهي الأمور مبكراً لأن عشان تلحق تريح نفسك لأن أنت دخل على زمعنا دي أمن وأبداً خليها معاك على طول أنت عندك أجندة مباريات مضغوطة جداً كاس عامل أندية، دورة أبطالة أفريقية، مباراة الدورة منها المؤجل ومنها العادي كل الأمور دي بتعملك ضغط زائد كمان في كاس السوبر لمصر بشكله الجديد يعني كل الأمور دي بتعملك ضغط كل ده النادي الأهلي كمان مش فريق عادي يعني النادي الأهلي بيقش البطولات مرشح لها فأنت عشان تريح نفسك أنت مبكراً إحسن الأمور خصوصاً إن كانت سهلة حتى لو كانت على الورق ترجمة نانسي قنع